أدان المجلس العسكري في النيجر الجمعة ما اسمه تدخل الإضافية لفرنسا وذلك بعد تصريحات أدل بها الرئيس إيمانويل ماكرون وأكد فيها خصوصا دعمه لرئيس المعزول محمد بازوم جاء ذلك في بيان قرأه المتحدث باسم المجلس العقيدة مادو عبد الرحمن بثه التلفزيون الرسمي الجمعة ردا على تصريح ماكرون الاثنين ذكر فيه بأن فرنسا تدعم العمل الدبلوماسي والعسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدل بها رئيس الجمهورية الفرنسية الاثنين الثامنين والعشرين أوت الفين وثلاثة وعشرين بمناسبة خطابه أمام سفراء فرنسا تمثل هذه التصريحات تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر ترجمة نانسي قنقر